السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا اصدقائي في فيديو جديد موضوع فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن مشكلة الاعلانات المزعجة اللي بتظهر لك على الهاتف باستمرار وبدون اي توقف تمام؟ المشكلة دي ما كانتش عندك اساسا ولكنها ظهرت مؤخرا او معاك من فترة وانت مش عارف تتغلب عليها تمام؟ الاسباب الاسباب مختلفة يا اصدقائي احيانا بتكون دخلت موقع معين وضغطت على موافقة على الاعلانات وان هي توصل لك وبالتالي بيرسل لك اعلانات بشكل مستمر او ممكن تطبيق احنا عايزين نشوف حل المشكلة دي بازن الله هتطلع من الفيديو وانت حلل المشكلة بنروح للاعدادات يا اصدقائي ومن خلال الاعدادات بنروح للتطبيقات وبنروح لأي متصفح عندك على الهاتف كل المتصفحات بنطبق عليها نفس الخطوات يعني مثلا تطبيق كوروم او جوجل كوروم بنضغط عليه نفتحه تمام؟ وبعدين يا اصدقائي بيكون عندك اول اختيار اسمه الاشعارات تمام؟ الاشعارات دي بتكون عندك مفعلة بالشكل ده بتغلقها تمام؟ وبنطبق نفس الخطوات دي على اي متصفح عندك على داخل التطبيقات على الهاتف دي اول خطوة الخطوة التانية يا اصدقائي انك بتفتكر اخر التطبيقات كنت بتنزلها وخصوصا اللي من خارج متجر جوجل بلايد او من داخل متجر جوجل بلايد ونفس الطريقة بنضغط على التطبيق وبنروح للاشعارات وبنضغط على اغلاق الاشعارات بالطريقة دي باذن الله المشكلة هتتحل معك واذا ما تحلتش يا اصدقائي تبقى خطوة ان هي اننا بنروح للإعدادات بنروح للحسابات وبعدين بنروح لإدارة الحسابات وبنروح للبريد الخاص بالهاتف او الايميل الخاص بالهاتف وبنعمله إزالة من الهاتف تمام نضغط على إزالة وإن شاء الله المشكلة دي بتتحل يارب يكون الشرح أفادكم ترجمة نانسي قنقر